أعوذ بالمشهد الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المسلين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده رسوله ثم أما بعد I'm just encouraging everyone to support NCCM We need this work from lawyers and mashallah all of them are volunteering No one is taking money for this work and many Imams they are supporting them so we highly recommend that to appreciate what they are doing and to show the appreciation we have to fund their work because they need money to continue their great work إن شاء الله إزاكم الله خير طيب إحنا ما زلنا نتكلم عن الإصلاح عن الصلاح والإصلاح وقلنا أن الصلاح في إيجاد شيء صالح ثم المحافظة عليه ثم إصلاحه إذا انكسف We said about صلاح that Allah created everything in a good shape and we said that we have to maintain this goodness that we found ourselves in and life and then we have to repair it if something goes wrong That's why we said صلاح is like forming something for good purpose and إصلاح to reform it back to continue this work And we can keep talking about linguistic words and the meaning of the Quran and but I try like I like us to be practical يعني يجب أن نأخذ الجانب العملي بدون الدخول في الكلام الفلسفي والنظري الجميل وهو إحنا كنا بدأنا الكلام عن الأسرة ولماذا نبدأ الكلام عن الأسرة لأن بالأسرة يصلح الإنسان الأسرة هي المصنع الذي يخرج منه الإنسان We have to talk about the family how to fix the family how to make إصلاح to the family before إصلاح of the individual قبل إصلاح الفرد Because the family is a factory that produce good people good individual and inside the family the main problem is not the man the woman المرأة مش معنى كده أن المشكلة في المرأة تمام ولكن أن المموت والمسؤول عن عملية الإصلاح هي المرأة The woman is the main factor and main element how to produce good individuals ولما الناس تسأل هذا السؤال الغبي الأبدي من أفضل رجوع المرأة who's better man or woman المرأة مصنع الرجال the woman is the factory for men all the great علماء كل العلماء العظماء في تاريخنا صنعتهم امرأة تمام فاحنا لا حياة لنا دون الأم دون الزوجة دون هذه المرأة التي تربينا كلنا تربية امرأة جميعنا نحن ندر من رجانات المرأة إذا ما لدينا عظيمة في الميزم المنصد المرأة ، سنكون نزل جيدا هذه المساعدة ليست نمرنا اصلاح المرأة هو مفتاح عملية التغيير ومفتاح الإصلاح لأن الأم أنت في بطنها تسعة أشهر ثم سنتين يعني الفطام حتى الفطام ثم حتى سن السابعة أو سن الثامنة قبل أن ترتبط بأبيك أنت في ذي لأمك كل شيء تأخذه من أمك كل شيء تأخذه من أمك تتعلمها من أمك لذلك يجب أن تتعلمنا على هذا لذلك أولا أنا لا أعني بكلامي هذا أن المرأة أقل شأنا والله سبحانه وتعالى علمنا في القرآن آية العظيمة وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلْرِّجَالِ نَصِيبُوا مِمَّا اكتَسَبُوا وَلِلْنِّسَاءِ نَصِيبُوا مِمَّا اكتَسَبُوا وَاسْأَلُوا اللَّهَ بِنْفَضْلِهِ الله سبحانه وتعالى قرأت من أجل وممنا وقرأت لنا لا تريد ما الله سبحانه وتعالى تقرأ أكثر من أجل الله أعطى لأجل أكثر أجل 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 حديث ربه السلام عندما ذهب رجل قال من أحق الناس بصحباته يا رسول الله قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك أو أمك 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 ثم أبوك يعني ثلاثة عرصة رسول الله سلام ركومتظر لتأخذ لتأخذ من أجل أجل واحد لذلك سأخذ 75% لتأخذ من أجل و25% لتأخذ من أجل ليس أجل لأجل إذا كنت نحن يجب أن نقول 50-50 لا لأن رسول الله سلام تأخذ عملت إصلاح لكي تعود تبدأ عملت إصلاح يجب أن نصلح المفاهيم we have to fix the concept in our mind that the main work of the woman is to raise the new generation فالعلاقة علاقة تكامل لا تنفس we are complementing each other we are not competing together it's not about fighting okay everyone has a role to play in the house and the mother has the most important role in the house طبعا أنا ذكرت مثال الأرض والقمر القمر دون الأرض يضيع في الفضاء يعني if the moon with no earth it will be lost in the outer space and الأرض بدون القمر and the earth without moon سبحان الله يعني أبسط شيء أن القمر ينظم لنا حياتنا بداية الشهور التوقيت تنظيم سبحان الله يعني the analogy I love this analogy لأن the woman is the one that regulates our life if she organizes our life يعني for men you go any house where men are living together it's a case you know فوضى كل شيء في كل مكان المرأة بارك الله فيها بتنظم الأشياء pre-order the best woman to run any finance يعني even in the government women are more useful than men and more professional than women than men to run any financial issues and so on so Allah subhanahu wa ta'ala give them these capabilities Allah give them sabr patience يعني أنت you cannot handle a baby crying maybe you can handle pressure and wars and jihad and fighting and you know but you cannot handle a young boy crying so Allah subhanahu wa ta'ala أعطى المرأة الصبر Allah gave the woman the patience to do this and we all this men and parents we know the fathers we are sleeping and your kids are crying in the far room and you in the morning your wife will tell you you don't know what happened last night you don't know but the poor lady was awake all night taking care of your son so you don't have this power she is more stronger than you but inside the house when she goes out she cannot handle the stress me and Naeem today are fighting about the internet and you know if the woman was us she will cry so subhanahu wa ta'ala Allah gave us different powers so we have part of the islah to put everyone in the right position okay Allah didn't say quwamun bitter what quwamun qama like this stand up okay so qama to stand up so if there is a thief coming to attack your house who will stand up to kick this thief out of the house you or your wife you know the answer you right so this is why you have qawama and you stand up for any dangerous that may come to the house and because you have this rights you have more responsibilities Allah will give every right will come with responsibility you have to work even seven twenty four seven you have to work you have to support the house and you have to fulfill all the needs of the house عليك أن تلبي كل طلبات البيت طيب هل هذا قانون ثابت لا تغير this should be like like a quran that no there is a lot of exception هناك كثير من الاسثناءات إذا كان دخل الرجل بسيط وقليل فالمرأة تدخل وتعمل معه السعد يعني no problem I'm not saying that every woman should quit the work and stay at home I'm not saying this I said this is a normal rule that women should take care of the children at home but there is a lot of conditions where the mother need to come out to work because I mean sometimes the father or the man is sick cannot work so the woman has to work or they have a little income and they need help so in this case the woman will go out but in normal cases the man is responsible for this and this is why I will end up with this if the woman sacrificed her career and decided to stay at home the moment you start your life with a woman the income that you make together this is a family income the house you bought belong to both of you and this is where a lot of problems happen for Muslim family in Canada or North America or Europe because the man will work asking the woman to stay at home and then all the wealth written under his name no in this case if we are if I'm working I'm telling my wife to stay at home to take care of my family and I bought a house and over 20 years I own the house this house belongs to both of us and this is fair and this is where some women feel bad why because we tell them not to work but in the same time we don't secure them so we tell them not to work but you have to be عليك أن تكون رجولا you have to be a man and be generous to your wife and make sure she is secure انشاء الله we'll continue this discussion about fixing the house and mainly the woman inside the house أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروا ناول غفور رحيم والسلام عليكم وطلاب وبركاته شكرا